في الوقت الذي يحاول فيه الغرب لي ذراع روسيا بتسقيف أسعار النفط إلى ستين دولاراً للبرميل وقد تخلي عن إمنادات الغاز يطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بيتشيك عاصمة قرغيزستان ويؤكد على توجه روسيا نحو تعزيز تعاونها مع دول الاتحاد الأوراسي باعتبار توفر الظروف المنائمة للتنمية الاقتصادية وتراجع أسعار الطاقة كما توعد بوتين الدول المؤيدة لتسقيف أسعار النفط الروسي بالرد على الإجراء قريباً بإصدار مرسوم رئاسي تحديد سقف لسعر النفط سيضرب الدول التي قامت بفرضه ونحن نبيع نفطنا بسعر مقارب له ولا خوف على عائداتنا المالية سنرد قريباً بمرسوم رئاسي على كل الدول التي توافق على تسقيف أسعار النفط الروسي هناك فارق كبير بين أسعار الغاز بين دول الاتحاد الأوراسي وبين دول الاتحاد الأوروبي بمقدار عشرة أضعاف أو أكثر ذلك يهيئ الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية لدول الاتحاد الأوراسي ويسعى الاتحاد الأوراسي إلى تبني آلية ستسمح بتمويل الصناعة ودعم المشاريع المشتركة بما في ذلك برنامج إحلال الواردات مع ضخ سيولة مالية لتحريك الاستثمار اعتمد الاتحاد الأوراسي هذا العام عدداً من القرارات الأساسية التي تهتف إلى إزالة ما تبقى من الحواجز الجمهورية والإدارية نحن بحاجة إلى العمل بشكل أكثر فاعلية لإزالة هذه الحواجز فهي تتعارض مع التجارة الحرة واعتمد الاتحاد الأوراسي العديد من القرارات تحسباً لأي محاولة غربية لمزيد من التضييق على روسيا كل الدول الحليفة لها وسيزيل الاتحاد الأوراسي ما تبقى من الحواجز الجمهورية والإدارية لتكريس مبادئ التجارة الحرة